بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبة عاملين ايه؟ يا صباح الجمال النهاردة هنقدم مع بعض هنعمل عصير انا شخصيا بحبه جدا وبسميه كوكتيل الجمال الكوكتيل ده عبارة عن مجموعة من الفواكه مفيدة جدا وصحية وكلها فيتامينات ومعادن وكمان بيمدنا بطاقة وتحف جدا اول حاجة هنشوف مع بعض مجموعة الفواكه اللي هنعملها النهاردة كوكتيل هي عبارة عن طبق الفواكه اللي يفتح النفس ده ما شاء الله تبارك الرحمن لو اتاكل كده فهو مفيد ولو عملناه عصير فهو قفيت بازن الله عندي حبة جزر مسلوقة وعندي كمان خمس فراولات وحبة برطقان وكمان عندي واحدة من الشماندر صغيرة كده مسلوقة وكله متفرز عندي معادة البرطقان والجزر والموز يعني الفراولة عندي متفرزة والشماندر لما بلاقيه متوفر بجيبه وفرزه يبقى تحت ايدي هحط بقى كل المكونات اللي عندي دي في الشفشة الخلاط علشان هضربها دربا مبرحا كده واعملها عصير عصير مفيد جدا وفي منتهى اللزازة العصير ده طبعا عشان نعمله هنضيف كوبايتين من المية الكوباية الكبيرة اللي هي الشب هنضيف اتنين مية بردة علشان يبقى طعمه حلوة جدا ادي الكوباية التانية وكمان علشان يبقى العصير مفيد وما فيش فيه اي ضرر احنا هنعمله بمعلقة عسل كبيرة كده مش هنضيف سكر الحابب يضيف سكر طبعا على حسب رغبته بس الافيد انك تضيفي عسل ابيض احنا بنعمل حاجة صحية ومفيدة العصير ده مفيد جدا بيعالج الانيميا قوي يعني مفيد للستات ومفيد للبنات ومفيد للاطفال ما شاء الله تبارك الرحمن كفية شكله ولونه يفتح النفس ما شاء الله يعني حاجة كده بتدخل في الدم على طول هو عبارة عن زي ما احنا شفنا كوكتيل من الفواكه كلها مفيدة انا بسمي الكوكتيل ده كوكتيل الجمال زي ما قلت في بداية الفيديو هو طبعا مليان بالحديد اللي موجود في الفراولة وبوتاسيوم في الموز ومغنيسيوم وضدات اكسادة عالية جدا وطبعا بيبطأ عملية الشايخوخة وبيحسن قوي قوي من صحة الجلد ممتاز جدا العصير ده جربوه تعمه حلو صحي جدا ومفيد لكل حاجة وبيعالج الانيميا لو استمرتي عليه شهر كامل هيبقى فيه تحسن جدا في نسبة الهيموكلوبين في الدم ويجربو العصير ده او الكوكتيل ده على دامانتي ان شاء الله يعجبكم ويا ربي كده اكون النهار ده افتتكم ولو عجبكم الفيديو تعملوا للايك وشير عشان دايما يوصلكم كل جديد وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد انتظروا للمشاهدة اشهد انتظروا للمشاهدة